النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أكثر من موضوع حسب طبعا ما فترة الحلقة ممكن تكفي وهنبدأ الموضوع على طول بحالة كده أو موضوع بيخص الأب والأم لأول مرة مش عايزة أقول الأسرة كلها يعني المواصفات بتاعة المولود اللي هي القياسية بعد الولادة أول ما بيحصل عملية الولادة بيكون كل الناس يعني بما في ذلك الأم اللي داخل غرفة الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية بيبقوا عايزين يعرفوا ابنهم أخبروا إيه أو بنتهم يعني المولود ده أخبروا إيه خلاص فعلشان كده أنا عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مواصفات المولود القياسية بعد الولادة وهكلمكم عن حاجة تانية برضو خاصة بوقت الولادة مواصفات المولود القياسية بعد الولادة هنبتدي بالوزن الوزن القياسي القياسي هنا معناه الوزن المثالي يعني المثالي اللي هو ايه بيكون من 3 كيلو و300 جرام إلى 3 كيلو و500 جرام اللي هو 3 كيلو ونص طيب الوزن ده له شرط يعني عشان يتحقق له شرط ايه هو الشرط الشرط هو قضاء فترة حمل يعني إن المولود ده يكون قضى فترة حمل داخل رحم الأم فترة حمل لا تقل عن 40 أسبوع وبناء على المعلومة دي لازم أعرف حضراتكم إن وزن المولود وقت الولادة سواء كان ولد أو بنت بيعتمد على بعض العوامل غير فترة الحمل أهم العوامل دي ايه؟ يعني إن الطفل يتولد بالوزن المثالي ده اللي هو ما بين 3 كيلو و300 و3 كيلو ونص